الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم أبطال مصر في دورتين الألعاب الأولمبية والبارالامبية ورئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتحرك الميداني والتواصل مع نواب البرلمان لجنة استرداد أراضي الدولة تصدر 12 قراراً جديداً لتنظيم استرداد حق الشعب ورئيس جامعة القاهرة يقرر إلغاء خانة الديانة في كافة التعاملات الرسمية داخل الجامعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسأكم ورد فل ياسمين أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 12 عشرة 2016 من الميلاد صلوا بينا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هو أنا عندي سؤال بسيط بس للناس كلها والسؤال بسيط هو فيه إيه إيه اللي بيحصل إيه حالة الهوجة اللي إحنا فيها دي إيه حالة السعار دي أنا آسف يعني أنا آسف في استخدام اللفظ بس والله ما لقي لفظ تاني معبر عن الحالة المجنونة اللي فيها كتير من الناس طبعاً لا أعمم لأنه لسه فيه من رحم ربي اللي بيستخدم عقله وبيستخدم الحكمة في وقت الحكمة لكن فيه حالة سعار غريبة ومش مبررة ومقصودة من بعض الجهات أنا هنا أتحدث عن مصر والسعودية إيه اللي حصل إيه اللي حصل يستدعي كل اللي إحنا شايفينه ده يستدعي حالة السعار وحالة الجنان وحالة الانفعال اللي في رأيي بتحنى المراكب دي حالة عاملة زي اللي بينتحر كده عارفين الانتحار الجماعي والله العظيم اللي بيحصل دلوقتي حالة من حالات الانتحار الجماعي وعشان كلامي يبقى محدد عند كتير من الشعب المصري وعند كتير من الشعب السعودي عشان كلامي يبقى محدد ومعالش الناس ما تزعلش مني الغريب إنه كمواقف رسمية من الحكومتين والدولتين مفيش حاجة يعني فيش تصريح طلع من السيسي ولا تصريح طلع من سلمان مع حفظ الألقاب طبعا لجلالة الملك وفخامة الرئيس ولا طلع تصريح من وزير خارجية هنا ولا وزير خارجية هنا وده معنى ايه ده معنى أن الأمور عادية ليس هناك ما يستحق هذا الغليان وهذا الفوران وهذا السعار من السباب والسباب المتبادل ما بين البعض بعض أفراد الشعوب على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا مش عارف كمان إمتى مواقع التواصل الاجتماعي بقت هي المؤشر بتاع حياتنا مش عارف من إمتى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام ومش عارف إيه بقت هي الكاتالوج اللي احنا بنمشي عليه يا جماعي احنا قلنا خمسين ألف مرة هاي لمواقع التواصل الاجتماعي بس هاي لفي إيه؟ هاي لأن الواحد يعبر عن نفسه إنه يتواصل مع أصدقائه ينشر صوره وهو في رأس البر في الصيف بيصيف لا لطيف اعمل نقطة اعمل مش عارف كاريكاتير اعمل كذا أما أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقود وقود حرب وقود قطيعة وقود إساءة لدولتين وشعبين ما ينفعش يخسروا بعض أنا بقولها الكهوب البلدي نحن لا نملك نحن دي معناها مصر والسعودية نحن لا نملك طرف خسارة أي مننا لبعضنا ما فيهاش كلام ما فيهاش هزار ثم الموضوع بجد مش متأسس ايه مصر خدت موقف في مجلس الأمن اللي مالوش لازمة يعني يا ريت أمم المتحدة كلها ليها لازمة قلولي أنهي قرار لمجلس الأمن ولا أنهي قرار للأمم المتحدة بيتنفذ أنا هنا بتكلم بقى الشعب السعودي أو الغاضبين من الشعب السعودي ده جاز التعبير من إمتى الأمم المتحدة ليها 30 لازمة في الحياة الأمم المتحدة الأمريكية دي من إمتى مشروع القانون الروسي اللي السعوديين متضايقين أن مصر صوتت معاه ولي صالحه معروف نتيجته مسبقا معروف نتيجته مسبقا فيتو أمريكي في ثانية كان لروسيا بقت تشقلب وتعمل مش عاف إيه مفاوضات واجتماعات وتكسيفات ومشاورات وأهو يعد للمناقشة القانون 10 وأمريكا لما بتعمل روسيا 10 الفيتو الشهير فموضوع بـ 3 جنيه ونص وفي ظل أن الجنيه دلوقتي الدولار بقى بـ 15 جنيه في 3 جنيه ونص دوله ما يسووش إيه الهجة دي إزاي نبقى احنا بنبتلع الطعم بهذه السهولة سواء بعض السعوديين أو بعض المصريين أنا متأكد أن كتير من المقالات والتويتات اللي بتكتب في الإعلام السعودي وفي مواقع التواصل السعودي وفي الإعلام المصري ومواقع التواصل المصري مش اللي كاتبها أصحابها وأنا ممكن أتحدى ده ده اللي كاتبها بعض الوسطاء يسمي نفسه كاتب صحفي مش عارف إيه إبراهيم عبد الجواد أي إن كدر الإسم يعني مش عارف ودب دب 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 والناس تبتلي تشير وترد وتشتم وشتمة متبادلة ومقابلة ودخلنا في حرب من الشتائم والسباب اللي حتؤدي في النهاية غصبا عننا إلى ضغينا خدوا بالكو العيار اللي ما يصبش يدوش وإحنا دلوقتي في دوشة إحنا دلوقتي في دوشة ما بعدها دوشة قلولي يا أزكى خلق الله أي حد يخش حرب أي حد يخش معركة أي حد يخش حتى في خلاف حواري يقول لي الاستفادة يقول لي النتيجة الاستفادة إيه وأنا هتوضأ وأمن وصلي وراه هل الاستفادة هل أي حد إلا خصوم مصر وإلا أعداء مصر في الداخل أي حد شايف إن إحنا نخسر السعودية دلوقتي ده مكسب إن إحنا نشتب السعودية دلوقتي ده مكسب لو الإجابة آقلولي يمكن أنا ما بفهمش وكلامي موجه ليه الإخوان مش الإخوان بعد الشر طبعا ليه أخواتنا في السعودية وإخواننا في السعودية هل إن انتوا تخسروا مصر دلوقتي تحت أي بند من البنود مكسب هل إن انتوا تسيقوا إلى مصر دلوقتي ده اللي بيعمل ده لأن فيه عقلاء وحكماء كثر جدا بس للأسف صوتهم هادي صوتهم نايم في المعركة دي وللات الأدب والموتورين والمدفوعين والمأجورين هم اللي صوتهم عالي وهم اللي نشطاء وهم اللي شغالين وهم لتويتات وفيسبوكات وبتعليقات طول الوقت فبالتالي الموجة عالية قلولي إيه المكسب هو أنا معقول أخش حرب الجميع خسران فيها ينفع أخش حرب حتى ولكنت حرب كلامية نبقى إحنا الطرفين خسرانين والكاسم الوحيد هو عدو البلدين أمريكا وإسرائيل وتركيا وإيران وما شابههما ليه يا جماعة بتعملوا كده وبعدين أنا أفهم إن في بعض الشباب وبعض النشطاء وبعض المأجورين على مواقع التواصل الاجتماعي يمشوا بمنطق السعار يمشوا بمنطق الهوجة المجنونة ماشي أفهمها شوية بمنطق المجموع اللي بيمشي وراء القطيع لكن ده يحصل كمان على مستوى الإعلام المصري دي الحقيقة جريمة وأنا بقولها بالفم المليان ما يحدث من بعض الإعلامين المصريين مبارح وأول مبارح جريمة متكاملة الأركان وما حدش يقول لي بقى تتوجه ولا ده دق أخضر ولا بش عارف إيه دي حالة سعار مجنون بس بس زي لغة الشباب كده ده سعار بس سعار آخر حاجة إيه يا جماعة يا سادة إعلاميني يا كبار اللي بتعملوه ده هي فكرة إن أنا غازل وجدان الناس ولعب على مشاعر الناس ده لعب رخيص ده هو ده الإعلام إن أنا أعد أدفع عن بطني عن وطني كإني بطل هو ده الإعلام لا دي بطولة زائفة ده بطل من ورق زي ممدوه عبد العليم كده الله أرحمه في الفيلم الشهير لا يا سادة أنتوا كنتوش عارفين بتعملوا إيه لصالح بناتكو اسكتوا أحسن اسكتوا أحسن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قدوتنا ومثالنا الأعلى وأستاذنا وسيدنا وشفعنا ويعني مفيش بعده سيدنا النبي قالك في وقت الفتنة اعمل إيه اعمل تلات حاجات لما يكون في فتنة واللحنا فيها دي فتنة اعمل إيه وده نصحتي هنا للجميع سيدنا النبي قالك وقت الفتنة امسك لسانك امسك لسانك وحكم اعصابك ولزم دارك هذا هو سلوك المسلم المحترم الوطني المحب لدولته المحب البلده المحب لنفسه المحب لدينه ورسول الله امسك لسانك واضبط اعصابك ولزم دارك طيب احنا دلوقتي مش في ناس وقت ننزول الناس ومش عابقية فاسيبك من لزم دارك بس على القل دلوقتي نمسك لسانك ونضبط اعصابنا هي دي الحكمة وقت الحكمة هو ده الرشد وقت الرشد وانا هحاول قدر الامكان ان انا ممشيش وراء الهوجة واقول ما يملي علي ضميري وربي وعلشان زي ما نقولت لكم بارح ناقل الكفر كافر مش هعمل زي كتير من الاعلامين المصريين اللي نقلوا التويتات والمقالات المسيئة والمتجاوزة لبعض ابناء الشعب السعودي او بعض الصحفيين السعوديين ونقلوها وقلوها وعدوها وكرروها وبتالي يردوا عليها لان هذا فيه اساءة ده فيه اعلام مغرض انا حنقلكو كلام المحترم انا حنقلكو كلام اللي جاي في عين الحقيقة نهاردة فيه مقالة لكاتب سعودي الحقيقة الحقيقة ما عنديش كلام اقوله غير انه لا فضة فوق الكاتب سعد الموسى كاتب السعودي علي سعد الموسى كاتب مقال بيواجه فيه الاعلام الواطي هو كده بسميه كده الاعلام الواطي المقال بعنوان كي لا نخسر مصر ده مين ده يا سادة ده كاتب سعودي علي سعد الموسى كاتب في المقال قد اتفهم واعطي العذر لردة الفعل الشعبية المحلية تجاه التصويت المصري مع مشروع القرار الروسي حول سوريا في مجلس الامن ولكنني في المقابل لن اقبل انجراف الانجلستيا اللي هو يعني المب أو المجموعة أو الغوغاء يعني وقادت الرأي واصوات التأثير والنفوذ لمجرد ان المندوب المصري رفع اصبعه في موقف لا يقدم ولا يؤخر بصوا الكلام اللي انا كنتم بولكم من شوية انه الامم المتحدة كلها ملاش لازم وقراراتها بمب ففي النهاية دي حاجات شكلية ليه علاقة بالدبلوماسية في موقف لا يقدم ولا يؤخر معه أو ضد قرار محكوم عليه بالفيتو الامريكي هذا هو رأيي كي لا نخسر دولة شقيقة وكبرى مثل مصر لانها مرت بامتحان موقف على طاولة مجلس الامن وهي ذات الطاولة التي تنازلنا عن الجنوس عليها قبل اكثر من عامين لاسباب كثيرة تهم ترتيب مصالحنا السياسية ومن ضمنها ان نتجنب ورطة التصويت في مجلس اممي بات من النادر جدا ان يبحث مشاريع قرارات لا تخص جوارنا ومن حولنا ومن عالمنا في الشرق الاوسط امام هذا التيار الجارف في ردة الفعل ساقول ما يلي اولا من الخلل الثقافي في بنية النظرية السياسية ان تنتظر من غيرك مهما كان ان يتطابق مع وجهة نظرك مئة في المئة وان لا يقرأ الاحداث والقضايا الا من خلال عينيك انت يا سادة لمصر مصالحها لمصر مصالحها السياسية المتشابكة ومصر اليوم تنهض من خذلان المواقف الامريكية الضعيفة والمترددة تجاهها وهي قد امتحنت ومرت بهذا الخذلان في سنواتها الاخيرة ونحن اليوم نحن دي السعودية سائرون مع نفس امريكا على نفس ذات الامتحان والخذلان ثالثا دعونا نقرأ المواقف السياسية تجاه القضايا المشتركة ما بين البلدين وبتجرد واضح وبصوت العقل للعاطفة لماذا مثلا لم تغضب مصر ايام علاقاتنا في السعودية مع ايران فيما كانت مصر هي البلد العربي الوحيد الذي قاوم ولو حتى فتح ممثلية مصرية بسيطة في طهران لماذا لم تقل مصر اننا نتبادل السفراء مع طهران في الوقت الذي اطلقت فيه طهران اسم احد اشهر ما يدنها وشوارعها على قاتل زعمها التاريخي انور السادات وخذ المثال الاخير لماذا لم تقل مصر الرسمية كلمة ولم تشك ولم ترتاب من تحالف السعودية المعلن مع تركيا رغم تدخل تركيا السافر في الشأن المصري الداخلي بعد ثورتها الشعبية في 30 يونيو الجواب الوحيد ان حكماء العقل السياسي في اعلى قمة القيادة في البلدين يدركان ان العلاقات التاريخية اكبر من تصويت او من مجرد رفع اصبع على طاولة قرار او من مجرد فتح رسالة لم يبقى في هذا العالم العربي سادة من الاحباء الاصحاء سوى الرياض والقاهرة في وجه هذه العواصف التي حولت عواصم الخريطة نفسها الى جثة هامدة لا توجد فرصة ان تسمح هاتان العاصمتان وهذان الشعبان بخسارة ما تبقى من روابط الاعصاب الحية في قلب الجسد الميت انا مش عايب لو اقدر اسقفلك اسقفلك لو اقدر اقبل رأسك ووجنتيك على هذا الكلام الكاتب السعودي المحترم علي سعد الموسى في مقال بعنوان كي لا نخسر مصر على فكرة فيه زيه عشرات وربما مئات وربما آلاف بس محنش بيبصلها احنا بندور بس على السيئات بندور بس على السفالات بندور على القذورات علشان احنا بنعشأ النزول للمستنقعات خلونا نترفع عن هذه الحرب التي نساق اليها جبرا التي نساق اليها جبرا ارجوكم ارجوكم ترفعوا الزم دارك وامسك لسانك الزم دارك وامسك لسانك عندك كلمة حلوة اقولها معندكش سكمم بكمم فالتقن خيرا او لتصمت فالتقن خيرا او لتصمت وعلشان نبقى احنا كمان مبادرين وفاعلين خلينا نفعل الاسوات اللي عايزة تقول كلام محترم خلونا نوضح الالسنة والاسوات والاقلام اللي عايزة تقول كلام حكيم في وقت ندرت فيه الحكمة في وقت ندرت فيه المعرفة والحكمة والرجد مصر والسعودية ايد وحدة هاشتاج مصر والسعودية ايد وحدة العبد الفقير الله تامر امين وبرنامج الحياة اليوم وقنوات الحياة تتفاعل وتحيي هاشتاج مصر والسعودية ايد وحدة ولو كره الكارهون ولو كره الاعداء ولو كره السافلون ولو كره كل من يريد بالامة العربية وبمصر والسعودية السوء والبلاء مصر والسعودية ايد وحدة وستظلاني ايد وحدة مهما حاول الوسطاء ان ينفخه في النار عايز كل مصري محترم وكل سعودي محترم ان يدخل على هذا الهاشتاج ويقول ما يملي عليه ضميره خدوا بالكو البلد الرسمية مصر والبلد الرسمية السعودية لم يتحدثوا لان ليس هناك ما يدعو للحديث الان وبالمناسبة كمان النهاردة السفير السعودي احمد عبد العزيز قطان سفر المملكة العربية في الزيارة عادية زي اللي بيسفرها كل اسبوعين يعني السفير السعودي صديقي كل عشرين يوم كل اسبوعين بيسفر السعودية يومين ويرجع هذا هو حال السفراء النهاردة مسكت الناس خبر سفر احمد عبد العزيز قطان الى المملكة وقالت لك اوبا السعودية بتستدعي سفرها السفير السعودي بيسفر للتشاور مش عارف ايه طرد السفير السعودي مش عارف ايه يا جماعة العبط ده اللي يعرف ارجوكم اللي يعرف بس يسأل احمد عبد العزيز قطان بيسفر كل عشرين يوم ثلاثة اسميع السعودية وبيرجع على حالات مكوكية طبيعية زي ما كل السفراء بتسافر بلادها كل اسبوع اسبوعين ثلاثة اسابيع شهر وترجع والراجل ايه اللي النهاردة هو في المطار انا مسافر الزيارة الاعتيادية بتاعتي وراجع يوم السبت راجع يوم السبت طرد ايه بقى واستدعاء ايه وتشاور ايه وكلام فضي ايه اعلام ايه ده يا جماعة اللي بيطلق وراء الاشاعات ويجري وراها ويجدم الكتبة ويصدقها ارجوكم ده انا كويس او انا مبسوط جدا ان انا معايا النهاردة في الضيفة في الحوار لأستاذ اسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب مش بقى عشان اسأله ده انا هترمي في حضنه واقول له اموس ايدك يا مجلس النواب اموس ايدك يا استاذ اسامة فين مشروع قانون الاعلام والصحافة يرضيكوا العبث اللي بيحصل ده يرضيكوا الفوضى فوضى ايه يرضيكوا الجريمة الاعلامية اللي بتحصل دي الا منعقاب للناس اللي بتطلق الاكاذيب والاشاعات والفوضى والفتن مفيش حد يقول لهم بيم فيش راضع ليهم لا حولها القوة الا بالله مصر والسعودية ايد واحدة من المواقف العقلة كمان المحترمة وده اعتقد ان دوره وانا مش عارف برضه الاحزاب نايمة ليه يعني الاحزاب السياسية اللي من 2011 صدعوا اللي جابونا وقال لك فيه مش عارف مية واثنين حزب مية واثنين حزب يا ولاد المية واثنين مية واثنين حزب بتقوش مصر دي مثلا عامرة بالاحزاب والمعارضة مهم يعني هم في مصر فيش غل الحزبين ثلاثة ويعني ها وكمان عايزين يزقى كمان من المواقف العقلة البواين اللي اصدروا النهاردة حزب الوافد وده دور كل حزب محترم انه يطلع دلوقتي ولو ما طلعش دلوقتي الاحزاب تقول دورها في المسائل السياسية دي بتطلع امتى بتطلع وقت اللي بواغزة بس النهاردة حزب الوافد عامل بيان محترم الحقيقة اكد فيه انه من العبث وعدم الادراك النظر الى العلاقة المصرية السعودية من زاوية مصلحة هنا او مصلحة هناك ومن العبث ايضا الترصد او التصيد علاقة تاريخية ضربة بجذورها في عقل ووجدان المصريين واكد الوافد في بيانه ان مصر والسعودية هما عمود الخيمة العربية وصمام امن وسلامة واستقرار المنطقة وطالب الوافد الاعلام المصري والسعودي بضرورة التريث والحذر عند الحديث عن العلاقات بين البلدين وعدم الانزلاق الى التلاسن او التراشق بالكلمات واكد الوافد ان الاختلاف في وجهتين نظر ما بين مصر والسعودية فيما يتعلق بالملف السوري معلن ومعلوم للجميع فالجميع يعلم ان سوريا ذات يوم كانت الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة ومصر اقليمها الجنوبي وان سوريا دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني وهدفنا الوحيد هو الحفاظ على تراب الدولة السورية وقوة جيشها وسلامة شعبها وترضي العصابات المتطرفة من اراضيها وصولا الى حل سياسي يرتضيه الشعب السوري بجميع فئاته وذاكر بيان الوفد كل المواقف الرائعة اللي جمعت الشعبين المصري والسعودي سواء في حرب 73 او ما بعدها واختتم الوفد بيانه بمطالبة اعلام البلدين بعدم الاندفاع واتخاذ مواقف حدة وعدم اشعال حروب كلامية لا تعكس الواقع الراصخ للعلاقات المصرية السعودية والتي لا نجني من ورائها سوى الفتنة وارباك الرأي العام رغم علم الجميع ان التحالف الاستراتيجي المصري والسعودي هو ضرورة لكل البلدين وانا مختفق مع هذا الكلام ايضا اي كلام محترم وعاقل يصب في مصلحة الامة العربية ومصر والسعودية كلام لا يمكن ان نختلف عليه ارجوكم اهدوا احنا ما عندناش حلفاء كتير وما عندناش اصدقاء كتير بلاش فكرة حرق الملاكب بلاش فكرة الهوجة اللي بعد كده مش هنعرف غير ان احنا نعض اصابع الندم سواء عندنا او في السعودية مفيش موضوع ده انتوا ما عملتوش كده افترانه صنافير يا اشاوس ما عملتوش كده افترانه صنافير اللي قول فيه موضوع نختلف عليه لكن ده امة اللي الله فعلا عارفة الموقف المصري والسعودي انه مختلف من سنة في موضوع سوريا رفعت صبع رفعت صبع هي اللي عملت كل ده مش معقولة نبقى بنبتلع الطعم كده زي السذج ومبروك للسعودية مبرح كسبة الامارات 3-0 في التصفيات كاس العالم مبروك للخضر وان شاء الله مصر للسعودية كمان هيوصلوا روسيا في كاس العالم مع بعض سوا سوا وإحنا رحين روسيا حنمسك ايد بعض مصر والسعودية ايه ايد واحدة وفي روسيا عشان امريكا برضو تقيه فلفل شط فاصل اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل مستمرين في مقدمتنا الاخبارية في الحال اليوم النهاردة في لقطة في منتهى الاهمية الحقيقة ورغم المشاغل ورغم الاحداث الساخنة على الصعيد الاقتصادي والسياسي لكن انا سعيد الحقيقة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي افرغ من وقته مساحة مهمة علشان يلبي هذا النداء وهذا الطلب اللي كان طلب منه ابطالنا المصريين اللي رفعوا اسمه مصر وعالم مصر في المحافل الرياضية الدولية خلال الفترة اللي فاتت النهاردة الرئيس استقبل ابطال مصر الحائزين على البطولات والميداليات الذهبية والبرونزية والفضية في دورة الالعاب الولمبية في البرازيل ودورة الالعاب البرالمبية اللي هي دورة العاب الامبية للمعاقين او لذول احتياجات القاصة وكمان ابطال مصر في بطولات العالم العسكرية والحقيقة اللأتة دي او اللافتة دي مش عايز اقول لكم مهمة ازاي في رفع الروح المعنوية للناس دي خصوصا خصوصا المعاقين ومعلش انا مع كامل احترامي والاسوياء والمحترمين والاصحاء ما يزعلوش مني يعني اللي حضروا الاجتماع النهاردة بس انا حركز على ابطالنا من دوي الاحتياجات الخاصة لسببين السبب الاول انه دا كان طلب رئيسي ليهم يعني اكتر ناس كانوا ملحين في هذا الطلب منذ ان عادوا الى القاهرة بعد احرزهم للميداليات هو انه ايه يا جماعة مكفئتكو عايزين ايه طلبين ايه قالوا ولا حاجة احنا بس نفسنا وحلمنا ان احنا نقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونتصور معاه ونسلم عليه تخيلوا كل هذا الجهد والضنى والتعب والتدريبات والمشقة والمعاناة والتضحية وكل حاجة كل اللي كانوا عاوزينه بس ان هما يسلموا على السيسي ويتصوروا معاه ويقولولوا احنا بنهديلك الانتصار دا واحنا بنحبك شوفوا قد ايه المشاعر لما تبقى تلقائية وبسيطة وجميلة بهذا الشكل رقم اثنين لان هما كمان بصراحة المعاقين هما اللي رفعوا مصر بجد هما اللي رفعوا علم مصر بجد هما اللي رفعوا اسمه مصر بجد اتناشر ميدالية بسم الله ما شاء الله اتناشر ميدالية للمعاقين في مقابل تلاتة للأسواق والأصحاء فمعنى كده هما الابطال اللي بجد وهما اللي حققوا نصر بجد وعملوا حاجة بجد رقم تلاتة انه هما اللي ما بياخدوش حاجة بجد وانه هما اللي بيعانوا بجد لا بيتصرف عليهم وسألوا المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة يقول لك الملاليم الملاليم اللي بتتصرف على المعاقين وذوي الاحتجاجات الخاصة في معسكراته ولا في تدريباته ولا كذا في مقابل الملايين الممالينة اللي بتتصرف على البهوات الأسوياء والأصحاء ومع ذلك ما قالوا شبم واشتغلوا في صمت وفي معاناة وفي تضحية وحققوا أكتر من اللي حققوا الاحصحاء عشان كده هما دول في رأيي الابطال اللي بجد معايا البطلة البراليمبية الرباعة فاطمة عمر الحاصلة على الميدالية الفضية في أولمبيات أو باراليمبيات ريو دي جينيرو مساء خير يا كابتن فاطمة مساء النور يا صدر مساء حضرتك عامل ايه زي حضرتك ومليون مبروك متهيالي النهاردة كمان كانت فرحة لا تقل عن فرحة حصولك على الميدالية وده كان طلب ليكوا أن انتوا تستقبلوا من الرئيس عبدالفتاح السيسي الله أكيد كل بطل يعني بيبقى سعيد جدا لما يقلل نجاحه ويقابل الأكبر رأس للدولة فطبعا ده بيبقى أكيد هو سعيد أنا الحمد لله مش أول مرة أن أنا أحذب بالتكريم دوت أنا دي الثانية مرة أن أنا أتكرم من رئيس جمهورية تمام وتبقى بصرحة يعني لحظات سعيدة أن انت تتكرم التكريم النعناوي دوت وأكيد كلنا يعني بيبقى مقصدين دي إيه اللي النهاردة الرئيس قاله لكم أنا عارف أنه اجتمع بيكم وقال لكم بعض الرسائل إيه أهم حاجة قاله لكم النهاردة الرئيس السيسي والله هو كان مستمع أكثر ما هو متكلم تمام يعني إحنا كنا نطلب مع طالب إحنا كلنا شايفين إنهيات وطالب مشروع عليمة بعض الزملاء طلبوا إن بلد تكون مجهزة للمعقيم أكتر من كده شوية نحن بنلاقي معاناة ديرة جسم في التحرقات في الانتقالات في المؤسسات نفسها للمؤسسة الفقمية نفسها مش مجهزة لنا خالص تماما مظبوط فدي كانت يعني كانت على رأس المطالب اللي إحنا طالبناها طلبنا إن إحنا نكون برضو يعني يكون لنا يكون زو الأعاقة يكون المفهود إنهم يندنجوا أكتر من كده يكون يرقصوا وضعفوا أكتر من كده الخمسة في المئة إحنا ما بنشوفهاش تماما ولا في تعليم ولا في شغل ولا في سكن ولا في أي حاجة بنشوفها الخمسة في المئة صحيح يا ما خدتش أي حاجة من الخمسة في المئة ما بلك بقى ما يكون حد معاق عادي يعمل إيه صحيح إحنا دفنين في مصر المعاقين إحنا ما دفنينهم الحقيقي في كتير كوادر كويسة جداً لو تلعت ولقت الفرصة هتبقى أحسن مننا بكتير بس اللي أسف ما بيقدرواش يصلها مظبوط مظبوط هي اللي بتوقفنا وهي اللي بتخلينا من نقدرش نعمل الحاجات دي يعني أكيد بس إحنا برضو بنطلبها وبنطلبها وبنطلبها لأن دي حياتنا وإحنا لازم ناخدها عشان نقدر نعيش عشان نقدر نتأقلم مع الحياة دي مش حياتكو دي أبسط حقوقك يا فاطمة يعني أنتو بتطلبوه دا مش منا ولا تفضل لا من الرئيس ولا من الدولة ولا من المجتمع دي أبسط أبسط حقوقك ومش بس عشان أنتو أبطال ويتستحقوا أن البلد ترد لكو الفضل ويتكرمكو لا مجرد الشخص المعاق من ذوي الاحتياجات الخاصة هو في حد ذاته مهمة يعني مهمة للبلد أنه يتكفل بيها ويرعاه ويوفر له كل الإمكانيات المطلوبة خصوصا أنتو لما بتاخدوا أقل القليل بتعملوا الحقيقة عشر مرات أدل بهوات تانين الأصحاء ما أقولك بقى لو خدنا شوية هنيعمل إيه والله أنا طول الوقت بقولي الكلام ده يا رب حد يستجيب ويستمع أنا إسمعت برنامج حدثك وإحنا في البرازيل وإسمعت اهتمام حدثك بينا والإنجاز اللي احنا عملناه وأبدئي أشدت بينا أنا الحمد لله طبعا أنا فخورة جدا أن بلدي تستخد بيها وكل المؤسسات تستخد بيها وأتمنى أن أكون دائما كده رفع رأس بلدي بره وأتمنى برضو أقدي الفرصة لغيري عشان يقدر يطلع وكمان عشان كده بقول أنظروا شوية لزاول إعاقة في مصر دونوا شوية الاتمام عشان الكوادر القويسة اللي فيهم تطلع بدل ما هي مركونة في البيت هتصد صحة معاك حقا مرة تانية بشكرك وبهنيكي وبقولك إحنا كلنا فخورين بيكي وفخورين بكل واحد رفع عالم مصر وبيكتهد عشان يرفع عالم مصر وأنا بضم صوتي لصوت فاطمة والصوت كل السادة المعاقين من دول الاحتياجات الخاصة اللي النهاردة وصلوا رسالتهم للرئيس عفاة التحسيسي وأنا مبسوط جدا الحقيقة النهاردة أن هما ما تكسفوش وقال لك دي احتفالية والرئيس بيكرمنا وبيهنينا خلاص بقى يا واد ما تبوص الدنيا وتقول مشاكل وتقول هموم وتقول مطالب لا أنا سعيد الحقيقة أن هما كان عندهم الشجاعة أن هما يقولوا ويعبروا ويطلبوا لأنه ده حقهم اوعوا اوعوا وتفتكروا أن الفئة دي بتشحت أو بتتسول المعاونة ولا الاهتمام ولا الخدمات ولا الدعم من الدولة ده حقهم وأقل من حقهم كمان ده حقهم وأقل من حقهم كمان وأنا أتمنى أن الرئيس النهاردة ياخد إجراءات فورية يعني أنا عارف أنه الكلام حييجي في إطار الخطة القادمة والسياسات القادمة لا هتحصل بس أنا نفسي كمان إذا كنت يا رئيس عايز تكرمهم بجد وعايز تحبهم بجد وعايز ترفع من روحهم المعنوية بجد اعمل لهم حاجة دلوقتي بجد ثلاثة أربع قرارات صغيرين بس مش عايز أقولك حيفرقوا في نفسيتهم قد إيه خدوا بالكم أحنا مش بنتكلم على ألف ولا ألفين معاق في مصر نحن بنتكلم على ماليين يعني إحنا للأسف بس الداتا والإحصاءات في مصر بعافية شوية لكن أقل أقل إحصاء بيكلم عن سبعة مليون معاق في مصر ده أقل إحصاء يعني العدد أكبر من كده بس خلينا ناخد العد الأدنى سبعة مليون سبعة مليون ده أكبر من دول كتير سبعة مليون معاق مهمشين ومظلومين وبيعانوا وكل الأنظمة وكل الحكومات التي تتولت على مصر من أربعين خمسين ستين سنة محدش عمل لهم حاجة بنكلة حتى قانون الخمسة في المية زي ما فاطمة قالت الخمسة في المية بتاع التعينات ولا حقهم في السكن في الإسكان ولا حقهم في كذا أي مصلحة حكومية معاق يروح يقول لجمعنا العائزة الخمسة في المية يقول له التكري على الله ده كلام حبري على ورق مفيش حاجة من دي روح فالإمتى هنفضل نظلم معاقينة كده والإمتى هم في كل مناسبة حقيقة يحطوا زبعهم في عينينا ويقولوا احنا أحسن منكو وبنرفع اسم مصر وبنكتب التاريخ لمصر اعمل لهم يا رئيس حاجة قرار دلوقتي بجد بتعيينهم في كذا المتفوقين فيهم يشتغلوا في كذا يتعمل لهم دعم في كذا موضوع المواصلات إن هم بيتبهدلوا وبيتهانوا في المواصلات بجد التجوبيسات والمترو وكذا بجد أماكن سيارات المعاقين الموضوع اللي في الجمالك اللي بيطلعوا عنيهم على سيارات المعاقين بيطلعوا عنيهم عشان معاق يجيب سيارة ويقول له هات مش عارف ايه وهات ايه وهات ايه وكأنه يعني بيدلوا لبن العصفور مع إن ده أبسط حقه أبسط من حقه موضوع يطلعوا الرصيف يطلعوا الرصيف في معاقين بالكراسي اللي على عجل دي مفيش مفيش منزلق فلازم يوقف يشوف حد يستنى يشيله عشان يطلعه ما ينفعش بصوا النهاردة اسمه ايه شعبان النهاردة واحد من الأبطال وبرضه من المعاقين مش من الأسوياء اللي قال للسيادة الرئيس أنا بتبرع بعشرة في المية من مكافئتي لسندوق تحيا مصر شوفوا الجمال والحلاوة يعني حتى ما طلعتش من الأسوياء والأصحاء وخدوا بالكم المعاق ده فعرض جنيه من المكافئة وهي المكافئة كلها كام يعني مش زي أوروبا وأمريكا وبتاع ما بياخدوش ملايين يعني بياخدو حاجات بسيطة ومع ذلك قالك أنا عشرة في المية من مكافئتي بتبرع بيها لسندوق تحيا مصر عشان مصر توقف على لجليها ناس بالحلاوة دي وبالطيبة دي وبالوطنية دي نهملهم إحنا الإهمل ده عشان خطر يا رئيس بصة سريعة مش خطط خمسية وعشرية بصة سريعة للمعاقين اديهم واحد في المية من اللي بيطلبوه وخد منهم شغله وإنجازات ووطنية وحب قد كده وبالمناسبة كمان حلوا مشكلة سارة سمير أنا مش عايز أتكلم عن وزورة التروضية والتعليم بس دي كمان كارثة إن صارة سمير البطلة المصرية بتاعت رفع الأسقال تسقط في السنوية العامة تبقى الست بتجيب ميدالية في البرازيل ترجع تلاقي نتيجتها صفر يا خراب الشوح علي وعلى اللي بيحصل بطلة ترجع هي رجعت يا شايماء رجعت ترجع تلاقي كذا وزير التربية والتعليم النهاردة مع كامل احترامي لشخصه الجميل إيه التصريح اللي قاله مش مثلا قال إنه مثلا حنحاول كذا قالك مناش دعوه إحنا مقفنا سليم طب يا مولانا بس البنت سنوية عامة وكان بترفع عامة مكانش مثلا في خطوبة ولا في شعر عسل دي كان بترفع عالم مصر في البرازيل وبطلة وبيدالية وبتاع قالك إحنا لو إحنا سليمة بدنا يوفقها بقى مع قسم الفتوى والتشريع أنت بتبعتها بدل ما توقف معها وتقولها أجيب لك حقك وإن شاء الله حنوع عن جهة مش عارف إيه يا جماعة بلاش البيع ده كلمة مش أنا اللي بيقولها وزير التربية والتعليم على طول دي مش لعبة صلح اللي كان بلعبها هو صغير دي بأسرع لي جدا مش أنا مش أنا يا سيني مش أنت بس عندك في التعليم وبطلة أولمبية تسقط لا والله دي مش أنا دي اختش مونا رئيس الوزراء ريد أونلي يوجه المحافظين بالتحرك الميداني والتواصل مع نواب البرلمان وبصراحة لازم يبقى ريد أونلي لأنه يعني أنا سمعت التصريح والتوجيه ده حوالي 42 ألف مرة فاتمة يا رب المحافظين يسمعوا الكلام ويتحركوا ميدانيا ويتواصلوا مع النواب وهو القصة معالي دولة رئيس مجلس الوزراء إنه القصة مش بالتواصل وبالتحرك الميداني قصة بالسياسات بالقرارات أنا مش عايز المحافظ يبقى قاعد في الشارع 24 ساعة عامل إيه أنا عايز يقعد على مكتبه بس هو يقعد على مكتبه ما يقضيش بسطة ما يعودش يعمل الجانب بتاعه أنا عايز يعمل قرارات تخدم الناس بجد يشد بتوع النظافة ويشد بتوع المجاري ويشد بتوع كذا ويشد بتوع كذا ويرقب عليهم ويتمحهم ويعمل مفتشين كده لكن يا فرحيتي إن المحافظين يبقوا في الشارع ماشي وبعدين طيب عاملة شغل كويس لجنة استرداد الأراضي أنا الحقيقة بمتابعها ومشجحها بشكل شبه يومي والنهاردة بتصدر 12 قرار جديد لتنظيم استرداد حق الشعب وال12 قرار الجداد دول لهم علاقة بالطريقة اللي حيتم التعامل بيها في الفترة القادمة سواء مع الأراضي المنهوبة أو مع الشركات اللي اتحدد عليها مخالفات بالملايين وبالمليارات زي ما قلت لحضراتكم أول مبارح أو كمان في الطريقة اللي حيتعاملوا بيها مع الشركات وبعض رجال الأعمال اللي خلفوا القانون ويخدوا أراضي بغرض وعملوا فيها غرض تاني خالص وأعتقد إن اللجنة حتصبت الدنيا لفترة اللي جاه طيب الخبر ده أنا قلتلكم بقى في المقدمة خالص في العنوين والحقيقة هو خبر ملتبس شوية يبدو إن احنا نبقى سعداء من حيث الهدف اللي هو الخبر بتاع أن الدكتور جابر جاب نصار رئيس جامعة القاهرة خد قرار النهاردة بإلغاء خانة الديانة من كافة التعاملات الرسمية في الجامعة يعني أي ورق ليك جوا الجامعة مش هيبقى فيها خانة الديانة أنت مسلم ولا مسيح لا حتتشال الخانة دي يعني هيبقى الاسم العنوان تاريخ الميلاد النوع لمؤخذة ذكر أو أنثى وبعد كده السنة الدراسية والتخصص وكذا أما الخانة بتاعت دينك إيه حتتشال من الورق الجامعي كله وإحنا كنا في بعض الأحيان بنطالب بالفكرة دي بس مش فكرة إنها تتشال من الورق الجامعي أو من الورق الدراسي أو من الورق الوزاري إحنا قلنا إنها تتشال من عقلنا يعني أنا واحد من الناس كنت بطالة طول الوقت إن فكرة السؤال عن دينك إيه تتشال من عقلنا تتشال من حوارنا تتشال من اللغة اليومية بتاعتنا إن أنا وأنا بتعامل مع صحبي بتعامل مع زميلي بتعامل مع جاري بتعامل مع أي شخص جوه بلدي جوه وطني لا يجب حتى في سري إن أنا أسأل دينه إيه لأن مجرد البحث عن دينه يودينا لسكة إحنا مش عايزين نروح لها أنا تفري معايا إيه يطلع مسيحي ولا مسلم إلا أنا بتعامل معاه جاري ولا زميلي مصري ولا مش مصري يبقى جسمته على راسي وتعامل معاه بالحسنة وبالسلام مش مصري نبتلع نتكلم بقى ونشوف أنت مين وجاي بتعمل إيه هنا لكن فكرة إنه يبقى جوانة ده في بعض الناس والله العظيم ما بتتعرف على بعض ودي حاجة برضو قافة لازم نبطلها ما بتعرف على بعض يقول لك إسمك إيه يقول له اسمي مونير يقول له مونير إيه يا ودي حدق يا أنا عشان عايزي فيقول له مونير سليم يقول له سليم إيه فيقول له في الآخر استفانو قل له أهلا وسهلا كده عارف بقى طب فرحته عارفت إيه بقى الفرق طالع مونير سليم إبراهيم إيه الفرق بينه من استفانوص غير إنه مصري زي زيك والتعامل تعاملني كويس عاملك كويس بل إيش دعو بدي أنتك لأنه ربنا هي ربنا هو اللي ربنا هو اللي بيحاسب وربنا هو اللي بينتقم من الفبالي يا رب طيب آآ 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 لا ما عندنا لاش وقت هقول له هاداكو حاجة فديقة آآ طيق لي كده أو مفتشة الطب البطري في الجيزة حاجة كده كانت في إحدى البرامج أو أحد البرامج التلفزيونية الزميلة أعتقد كانت في برنامج تسعين دقيقة في المحور وقال التصريح كده وده على فكرة دي من ستة عادية دي مفتشة طب بطري الجيزة قال التصريح كده قالت لك المصريين كلهم في سنة 2016 كانوا لحم حمير فأنا عايز أسأل السيدة الفاضلة أولاً هي جابت الكلام ده منين وإذا صح هذا الكلام آآ يعني أنا عارف دلوقتي إن حالة التنهيق اللي إحنا فيها دي كده تبقى مبررة لكن آآ لازم تسأل وإذا كان هذا الكلام حقيقي يبقى فيه مصيبة عندنا في الرقابة سواء البيطرية ولا الصحية ولا التموينية ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا دي مصيبة كبيرة إنه بقى كلنا كان محمير وما حسناش ده المصيبة الأكبر إنه إحنا ما حسناش إن إحنا كانت نحمير وأنا بسأل يا أخوة الحمير راحت فين في البلد؟ أعتاريها في حتة تلك فاصل ثم أستقبل أستاذ أسامة هيكل موسيقى موسيقى قانون كان من المفترض أن يتم الانتهاء من مناقشته في دور النقاد الأول ولكنه أجل ليكون على رأس القوانين التي سيتم مناقشتها في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إنه قانون الإعلام الموحد الذي تقدم به النائب مصطفى بكري للقضاء على الفوضى التي تسيطر على المشهد الإعلامي في الفترة الأخيرة والذي أكد الدكتور علي عبدالعان رئيس مجلس النواب في الجلس الافتتاحية لدور النقاد الثاني أن البرلمان لدي أسرار على إصدار قانون الإعلام الموحد وقانون نقبة الإعلاميين خلال دور النقاد الحالي قانون سيضع ضوابط حاسمة من شأنها أن لا يكتب صحفي في أي مؤسسة صحفية دون أن تتوافر فيه الشروط الواجبة للعمل الصحفي وكذلك وضع شروط للعمل الإعلامي بالقنوات الفضائية قانون نقع عليه أكثر من 300 نائب ووافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب سماهيكل الذي أكد أن سمعة المهنة أصبحت في خطر مطالبا بسرعة إصدار قانون الإعلام الموحد لأنه مطلب مجتمعي مشيرا إلى أنه لا يمكن في عام 2016 أن نتحدث عن تقييد الآلام لكن سيتم تنظيمه أو في النهاية حق المواطن في المعرفة هو جوهر العمل الإعلامي وغايته وهو ما يستوجب من جميع السلطات التدقيق الحر للمعلومات وعدم حجبها وتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول عليها من مصادرها دون قيود في إطار القانون أهلا بحضراتكم وعدنا بعد الفاصل الحقيقة لو عدنا نفكر ونبحث أنا وزملائي في الإعداد عن أكثر ضيف مناسبة نستضيف النرضة في الحياة اليوم لازم ناخد جيزة الاختيار الموفق الحقيقة أولا لأنه شخصية محترمة وصديق عزيز ثانيا أنه يملك تقريبا معظم الإجابات لكتير من الأسئلة اللي في ذهني وذهن حضراتكم فيما يتعلق بالساحة الآن نتكلم عن الإعلام نتكلم عن الصحافة نتكلم عن البرلمان نتكلم عن أشياء أخرى كتير مطار اهتمام المصريين الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والكاتب الصحفي وأشياء أخرى زي كالسو سامر زي كالسو سامر نور شكر ورب أكون عند حسن الظن لا دايما عند حسن الظن وخلينا أبدأ مع حضرتك بسوق الظن يعوز بالله ولي بيحصل دلوقتي ده مالوش غير أنه استجابة لسوق الظن وسوق الفهم وسوق الرشد وسوق كل حاجة حالة الفوضى أنا سمتها في المقدمة حالة السعار اللي حصلة عند كتير مننا والحقيقة كمان كتير من أبناء الشعب السعودي اللي موجودين دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي حالة تراشق وسباب وشتائم وكذا وأنا مش لقي مبرر أولا بس خلينا نفكر في الموضوع بالشكل السياسي هو الخناء على إيه مش عشان موضوع سوريا المفروض الشكل العام المفروض هو مين ليه علاقة بموضوع سوريا دي خناءة بين أمريكا وروسيا صحيح إحنا ملناش علاقة بيها خالص بقى تعدى المرحلة دي هذه نمرة واحد نمرة اتنين هو اللي بين مصر والسعودية نقاط الاختلاف فيه أكتر ولا نقاط الاتفاق فيه أكتر الاتفاق طبعا طب ونقاط المصلحة يعني فكرة تقريبا ما فيش اختلاف إلا فيما يتعلق بموضوع في السوري يعني أنا مش شاف أنه فيه مشكلة كمان ثاني حاجة أنه العلاقات الدولية تؤسسها حاجة اسمها المصالح المصالح اللي بين مصر والسعودية أقوى بكثير من هذه اللي خاصة في الظروف اللي احنا فيها نزبوط نعدد بعضها واحد إن احنا بنصف السعودية ومصر دايما إنهم صمامي الأمان أو جناحي الأمان لما يسمى بأمن البحر الأحمر تمام تمام هي على الضفة الشرقية كاملة تقريبا من البحر الأحمر وإحنا والسودان على الضفة التانية يعني تقريبا الجزء الأسفل ده فيه يعني جزء خاص بأريتريا وجزء خاص باليمن نما إحنا يعني بنقول إن إحنا تقريبا جناحي الأمان لأمن البحر الأحمر وده مش شوية لأنه ده بيؤدي لأهم ممر ماء في العالم وهو قناة السويس وبالتالي حضرتك محتاجي بأمن البحر الأحمر ده مرتبط بأمن قناة السويس فما ينفعش أمن ضفة واسيب الضفة التانية بزبوط والسعودية كمان يهمها جدا أمن البحر الأحمر لأنه إذا كان ده السحر الغربي بتاعها أو الشواطئ الغربية بتاعتها وبالتالي يبقى أنت عندك كمان في الناحية الشرقية اللي عندها فيه تقوط الحاصل نتيجة إنه هي الضفة الغربية من الخليج العربي وبالتالي فيه مشاكل هناك كمان بزبوط مش كده ولا أنا غلطان صحيح فمش معقول تفتح كل الجبهات في وقت واحد لأنه مش طبيعي إنه بفيه توضع هو السؤال فين الجبهة يعني الجبهة نفسها موجودة فيه مش عي مشكلة الشيء التاني إن انتحدك ليك عدد كبير من العاملين المصريين داخل المملكة العربية السعودية وعندك استثمارات سعودية في الدولة المصرية مش كده طبعا البعض النهاردة بقى غير مبارح شوية العبط اللي حصلوا مبارح دول إنه ربطوا بحاجتين حصلوا النهاردة حاجة اللي هي الخاصة بالعلاقات أو التعاون الاقتصادي التركي السعودي وده بيخطط ليه منذ زمن يعني مش النهاردة والشيء التاني إنه السفير أحمد قطان سافر لأنك العربية السعودية ربما للتشاور ربما زيادة زيادة عادية أنا ما عابش ظروفه إيه إنما اللي عرفه إنه هو كل فترة بيه سافر مصبوح لا وإحنا سألنا النهاردة قال إنه ديه زيارة الإجرائية اللي بقون بيها كل شهر يومين للسعودية وارجع بالزبط كده وبالتالي إحنا بنتكلم في إنه الحالة دي كلها حالة مفتعلة مفتعلة زي ما يكون مطلوب أيها إنه الدولتين دول يكون فيه بينهم شقاق أو بشكل أو بآخر ده بفتراض سوء الظن بفتراض حسن الظن إنه الطريق إلى يعني جهنم مفروش بالنواية خلاص وبالتالي إنت النهاردة ما بتعمل ده بتاخدها بالشكل العنيف ده أنا بعتقد ده يفسد العلاقات طيب هو السؤال هنا يا أستاذ وسماء عشان نقفل الملف السياسي ونخش الملف اللي يعنينا وهو فكرة الملف الإعلامي مهما كان نواياك حسنة زي ما افترطت حضرتك إنت اللي بتشتم واللي داخل دلوقتي في السجال وكذا قل لي مكسبك إيه يعني هل كل المنطق بتاعك إن أنا بدافع عن بلدي وكرابت بلدي وكذا لك أي حرب في الدنيا واحد بيخشها لازم يبقى لها بكاسم قل لي مكسب واحد ليه هدف أه هو أنا هقول لها دك على حاجة ده يخشي بينا ملف الإعلامي على طول وشارة كده إن إحنا الإعلام بتاعنا مش عايز أقول فوضاوي لأنها تقالك كتير إنما هو بلا عقل بلا عقل بلا عقل يعني إيه إحنا بنطلع كل يوم بالليل عندنا الكام برنامج بتعطيك شو مع كامل الاحترام ليهم فيهم الكويس وفيهم اللي أقل فيهم اللي بيحب ياخد نسب مشاهدة أعلى إحنا شعب عاطفي بنتأثر كتير إنما يوسفني أبلغ حضرتك إن نسب المشاهدة كلها تقريبا قالت ليه لأنه ابتدى يطلع كمان حاجة أسوأ وأخطر وهي السوشيال ميديا ودي اللي وقلعت الموضوع مبارح الصبح فتأثرت به البرامج آخر النهار وده أخطر شيء في الموضوع ده كلام مصبوح لأنه هنا سؤال مهم جدا الإعلام بيسير أمام المجتمع ولا بيسير خلفه هو الحقيقة دلوقتي بيسير خلفه إحنا بنشوف الهصة فينه ونولع فيها زيادة صح طيب هل إحنا حقنا مصالحنا باللي بتعمل الإجابة لا طب أنت بعد ما تعمل الهصة دي كلها هذي العلاقات بين الدول بيحددها الإعلام والحالة الفوضوية اللي بتصار فيه الإجابة لا وبالتالي أنت في الآخر لما تلاقي أن الأمور رجعت وهديت تاني وكل طرف بيراجع مغفو السياسية هتلاقي الأمور اختلفت خاصة أنه لا يوجد تصريح واحد على أي مستوى رسمي عندنا أو في السعودية بتكلم على القضية دي يعني الموضوع أقل بكتير من أنه يتم التعامل معه إذا الموضوع هو موضوع شعب في عندي مشاكل مع السعودية آه في مشاكل هو فيه اتنين ده الرجل وامراته بينهم خلفاء خلاص مش هقولك الدول بقى اللي بين أخلفات لأنه اختلاف المصالح أحيانا بتولد أنت الدول اللي حواليك أحيانا بتعلق أحيانا بتقطع أنت بعد ما عملت معادة السلام الدول العربية كلها أطعتك بس بعد شوية الدول العربية كلها رجعت مش كده ولا أنا غلطان صبو وبالتالي أنت المملكة العربية السعودية العلاقات اللي بيننا وبين بعد أقوى إنما عندنا بعض المشاكل العلقة بعض المشاكل العلقة خاصة ببعض المصريين زي موضوع بصمة الحج اللي بيصار دلوقتي زي في موضوعات بتصار في هذا الشأن فدي تتحل بالعلاقات الطيبة طيب خلينا أرجع للنقطة المهمة هي فكرة المصطلح العجيبني اللي حالك قلته إن إعلامنا للأسف بلا عقل طيب أنا ممكن أرضى مؤقتا إن إعلامنا يظل شوية بلا عقل لكن ما ينفعش أرضى ولا أقبل إنه يظل بلا قانون طبعا لأنه اللي عقله يفوت واللي ضميره ينام القانون يصحي لكنه يبقى بلا عقل وبلا ضمير وبلا قانون دي تبقى الكارسة الكبرى أخطر شيء يا سستان من الحلقة تبقى بتخطي الخطوة ومش عارف رجلك هتحطي فيك صحيح وده اللي بيتعمل دلوقتي على كل المستويات على مستوى الإعلام وعلى مستوى السياسة اللي بتدير الإعلام خلاص على مستوى الإعلام احنا تكلمنا عليه وده طبيعي على فكرة ما قدرش هلوم حد أبدا أنه مع تكرار الأخطاء وتكرار حالة الزعي اللي موجودة أنه أنت بتحسبش حد أبدا على معلومات غلط بتأش وبالتالي بما أنه قررت أنك ما تحسبش حد يبقى ما تزعلش لما الدنيا تزيد منك وتفلت منك أكتر صحيح طيب هذكرك بحاجتين فضل الحاجة الأوانية أنه يوم 3 7 2013 و13 خرج الفريق أول قائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد فتاح السيسي وقال خارطة الطريق آخر نقطة فيهم أنه يتعمل مساق شرف إعلام بصبور مساق شرف إعلامي مش هاخدها بالمعنى اللغوي هاخدها بالمعنى المفهوم أنه عايزين ننظم الإعلام طبعا مش كده ده البند الوحيد اللي ما تنفس من خارطة الطريق اتعمل دستور في يناير 2014 مش كده والدستور ده حدد لك ثلاث نقاط رئيسية في المواد 211 و212 و213 اعمل القوانين دي دخلنا في إخناقة تانية في الإعلام الفوضوي برضو أنه لا الدستور قال مفيش وزير إعلام لا ده احنا نعمل القوانين لا ده احنا نعمل الهيئات قبل القوانين لا ده ودخلنا في إخناقات بقالنا قدي دخلنا على ثلاث سنين ما عملناش حاجة الحمد لله مزبوط ليه احنا ضيعنا ملامح القضية القضية مش بقى في وزير لا بس خليني هنا أستسمى معلش يعني خليني برضو أنا قدام حالة التحليل والتشخيص اللي أنت بتقولها دي لازم أحاول بقى أحط كل الناس قدام مسئولياتها الناس هنا في الشارع والحقيقة مش الناس في الشارع وأنا باعتباري واحد من المعنين بهذه المهنة لأن أنا بنتمي إليها أنا مش لاقي قدامي غير جهتين أوجه ليهم اللوم الجهة الأولى هي السيد رئيس الجمهورية التي ظلت السلطة التشريعية في يده قرابة سنة وشوية لما كانش عندنا برلمان والغريب أن السيد الرئيس كمان كان أكثر الشاكين من الإعلام يعني في أكثر من مناسبة طلع رئيس الجمهورية في خطاباته ولامى على الإعلام وعتب على الإعلام وقال أنا هشتكيكوا للشعب وقال أنا مش عارف الناس اللي بتعمل كذا وبعض الإعلامين اللي بيبوزوا مفاوضاتنا الخارجية مع الدول وقضية ريجيني لما قال لك لما سافرنا إيطاليا فوجئنا إن الإيطاليين بيقول لك في إعلامكم بيقولون الدخلية هي لقاتر تريجيني فبالتالي كذا وكذا وكذا ومع ذلك لم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون لإعلقة لا بتأسيس المجلس الوطني للإعلام والمجلس الوطني الصحاب ولا بأي شيء في الموضوع حتى جوانس إبراهيم محلب لما كان رئيس وزراء زار مرة زار مرة مسبيرو وخرج وهو في الساحة الأمامية قال من بكرة بسبيرو ده حاجة تانية والحقيقة فضل حاجة تالتة ورابعة وخمسة لكن عمره ما جيت هنالين ثم اللوم التانية على حضراتكم في البرلمان لأنكم تسلمتم السلطة التشريعية والدكتور علي عبدالعال نفسه وكتير من حضراتكم برضو لومتوا على الإعلام وقلتوا مش ممكن فوضى الإعلام وعندكم مش عارف إيه وكذا حتى الدكتور علي عبدالعال في أول جلسة قال لك استنوا علينا لما نجي نزبط القانون للإعلام حنزبطكم يعني وكان بيقصودنا أنا موافق إن احنا نزبط بس سيتعمل فأقول لي هذا السبب إنه ظل كده عند رئيس الجمهورية وظل كده عند حضراتكم وكلكم بتشتكوا ومحدش عمل حاجة نعم هو من قبل كده الحقيقة هو من 2011 حتى أنا كنت تقدمت بمحاولة كده إن احنا نعمل قانون وكان ساعتها المشير تنطوي كان رئيس المجلس قوات المسلحة وقال لا ده قانون ملوش علاقة ومرحلة انتقالية لما يجي البرنامج بيعمله والحمد لله إنه ما عملوش ساعة طبعا أما جينا بقى دلوقتي الرئيس سيسي بيقول نفس المنك هو مش عاوز هو يدخل في حرج إنه هو بيطلع قانون ربما يفهم منه نتقييد للإعلام طبعا ويجي تنظره ماشي الجزء الثاني إنك هات الحكومة دخلت في ثلاث محاولات رئيسية كل محاولة انت عارف دلوقتي الإعلام أصبح أحزاب فكل اللي بتعمل محاولة بيجي الحزب الثاني ده يروح داخل عليك أو العكس وبالتالي الحكومة بتقع في حزب الأمر فيه طبعا مش أحزاب سياسية أحزاب يعني لوبيهات تكاية بالزبط أفضل يعني اللي حصل بالزبط إنه كان فيه تلاث محاولات لإصدار هذا القانون من سنة 2014 لحد الوقت تمام كنت أنا موجود في محاولة منهم وبعدين اتوقفت لأنه كنا بنعملها زي ما الدستور قال الدستور قال لك تلت مواد دستورية زي ما قلتلك صحيح يبقى الدستور عمل تلت قوانين لو هو عاوزها القانون واحد كان عملها قانون واحدة مش كده صح طب أنا مش هختلف معك في دي خليه يا سيدي قانون موحد نعمل القانون موحد قاعدوا يعملوا تسعة تشهر مهندس برايم محلق كان رئيس حكومة ساعتها قال بلاش انتوا وهم يعملوا دول خلاص يعملوا وهم يعملوا جي المهندس شريف اسماعيل رح قال لأ خلاص هنبتدي من أول وجديد لأنهم اختلفوا بينهم وبين بعض فرحوا داخلين بقانون تالت القانون التالت ده احنا قدنا في البرلمان من شهر يناير لحد شهر ستة تقريبا بنشتغل في ترتيبات البيت من الداخل اللي هي نص عليها مش مهدر هو ترتيب لا مهدر خارج إطار القانون ده وبعدين بعد ما بدخلت في ده في قوانين كان الدستور ألزمك بها كان لها الأولوية أنها تتعمل فيه حاولنا محاولتين أن احنا نعمل هذا القانون في كل المحاولات كانت بتيجي الحكومة تقولي احنا بنعمل قانون تيجي القانون يتعمل القانون بقى راح زي ما هو كده ما تعمل راح لمجلس الدولة طب بما أن فيه قانون معد طب هننتظر لحد ما ييجي يروح راجع من مجلس الدولة الحكومة يقوله ايه يقول لا الدستور قال انه ده قاصد ان انا مخليكش يتكمل لا 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 عشان خط لا عشان ناس تبقى فاهمة يا ريز دي فسحة ثانية واحدة بس عشان انا هقول لحدك عشان هقولك مفروض احنا نعمل ايه في الدورة اللي جاية دي وده اتفاق حاصل لا هو انا اسم اخلينا قطعك مرة يعني مرة قطعني المرة دي وبعد كده طب بس اوانك مش قطع تاني دي فسحة ليه علشان هنا الكلام كله عن حاجة اسمها ارادة سياسية تمام اذا توفرت الارادة السياسية كل بيت جوحة اللي حدا كده كرته من شوية ده مش كانش حيحصل ما انت ما سألتنيش انا مبسوط بدولة مش مبسوط لا ما انا عارف انا مش محتاجة اسألك بس في النهاية ما ينفعش اساعد انا وانت المشاهدين على ان هم يتفسحوا الفسحة اللي كانت الحكومة بتفسحها لقد انا عايز اعرف بس اتعرف شعور ان احنا لا ما انا عارفتوا بالدعيين بس هو السؤال الحقيقة ان مصر اثبتت يعني حتى في هذا الزمن انه لما بيتعاز انه تعمل قانون في ثلاث ايام بيتعمل صح كان الاصعب منه حجر غير الشرعية قانون بناء الكناس خيمة مضافة كل قانوانين دي لما بتحصل الكارسة في اسبوع مش بقى في تسعة تشهر زي ما حدث قلت ولادها طبيعية كده لا في ثلاث ايام مشروع القانون بيتعمل وبيروح للفتوى والتشليع والدستورية وكذا ويبقى خليها او الا قواقف فين دلوقتي اما رجع من عند مجلس الدولة في اخر مرة قالوا ان الدستور بيقول انه يؤخذ رأي الهيئات في القوانين الخاصة بها اه وده يعني انه الهيئات تتشكل لوحدها الاول وبعدين تعمل القوانين هيئات ايه رجل الهيئات التلاتة الهيئة الوطنية الاعلام الهيئة الوطنية الصحافة والهيئة الوطنية الاعلام انا موافق بس نعمل اي حاجة بهذا المنطق ان شاء الله احنا ممكن الاسبوع الجاي يبقى فيه انتخابات اللي جاء المرة تانية مظبوط على رأس اولويات المجلس انت مرشح انا مرشح ان شاء الله فيه وعلى رأس اولويات المجلس في هذا الموضوع انه لازم تنظيم للاعلام كالتزام دستوري من ناحية وكحاجة مجتمعية من ناحية تانية مش بقولك انها حاجة اعلامية انها حاجة اعلامية فعلا ان احنا كلنا عارفين ده انما فيه اعلاميين ما بيهمهم يعني يهمهم انه يفضل طبعا طبعا فالتنظيم غير التقييد التنظيم دي مسألة اساسية وحاكم وانا بقول لحدك اهو ان احنا ان شاء الله خلال يعني قبل نهاية السنة باذن الله هنكون في ادنا قوانين او بدأنا النقاشها على الال قبل احنا عندنا حاجة اخد الوعد ده في ادنا قوانين قبل حاجة قبل اخر السنة دي قبل اخر السنة دي لازم ودي بقى ارادة حقيقية لا هنستنى فيها الحكومة ولا هنستنى مجلس الدولة مع كامل الاحترام للجميع بس الحياة المجتمع قبل بلك فضل 13 شهر بس انا بتكلم عن اما هوصل هو لو جيه خلاص الموضوع ينتهي اه بنا بقول لك 13 وهناك فيه اتفاق عن مسألة دي انا وجودي انا بعمل اي بقى انا بعمل نقطة التوازن انا كنت راجل بشتغل في الاعلام وفي نفس الوقت انا شايف المجتمع عامل ازاي بمثله طبعا مش كده وبالتالي انا عارف انه الناس بقت مستفزة من الاعلام ففي حالة غضب منه بس انا شايف انه في حاجة تانية مهمة جدا ان المجتمع محتاج لهذا الاعلام فازاي تزبط بقى الاداء ده دون ان تقيد بس تعمل تنظيم صمام يعني بحس انه ما بقاش فيه فوضى ما بقاش فيه من حق واحد والله الاستاذ تامر امين طلع قال انه والله قانون بناء الكنايز ده طالع فوضى لانه قبل ما قانون بناءش اصله منعين انك السلطان تتحطى على البداع فين يا عم القانون جبنا القانون ما فيش تقول يوم واثنين وثلاثة وما حدش حسبك مصبوط انت بتصير نقطة ممكن تسبب فتنة طائفية اي بتصير احتقان كبير جدا مصبوط لا دي جريمة كلام اللي حدرك بتقوله ده بيطلع يتقال برا في تقارير هذه جريمة يا استاذ جريمة مهنية على فكرة بقى اللي انا لوم عليه اكتر من اللي احنا بنتكلم فيه ان اللي احنا بنتكلم فيه ده والحالة دي بالتحديد واللي انت عارف انا بعني ايه كويس قوي فيها هذه الحالة ممكن تحاسب عليها بقانون الجنيات مش بقانون العقوبات صحيح صحيح مصبوط ومع ذلك برضو محدش بيحرك ليه لانه اصله حرية الرأي والتعليق ما هو ده سؤالي بقى اللي حزرولك سؤالي الاخير قبل بروح للفاصل واحنا لسه بنتعامل بمنطق بلاش لاحسن اه عارف الجملة دي اي واي بلاش نعمل كذا اي واي لاحسن يتعامل كذا عارف ليه حضرتك يا استمر بقى لان انت ما عندكش تعريفات محددة يعني حالك لسه ايه في الجملة دي قلت انه جزء من التباطق مش عارف كذا خوفا من ان يقال ان هذا القانون يقيد الاعلام ولا يقننه كل حسابات عاملة كده انا بقول لحضرتك تبو دي في طريق شغل يا استاذ وسامة دا طبعا ما انا عشان كده بقول لحضرتك بقى انا المرادي اللي عندي الاصرار انه هذا الامر يتم وفقا للدستور انا مش هكام حاجة وفقا للحاجة المجتمعية الناس اللي وكلتنا نحن نشوف مصالحها دي محتاجين هنعملها بهذا الشكل اللي بيحصل يا استمر انه يستمش عايز اغلق بحد يعني خلينا نقول انه التخوفات اكتر بكتير اصليحنا خايفين يتقال عينا برا ان احنا ضد حرية الرأي والتعبير يا جماعة حرية الرأي والتعبير بقت اكبر من انه حد ينتقس منه صحيح انا قفلتك هنا هتطلع لي من اي حتة تاني بسيطة او قفلت القناة بتاعتك وانت مش هتطلع برا هعمل قناة على اليوتيوب بروح حاسبني بقى عليه الموضوع بقى أوسع بكتير وانت توسعتي جدا في القنوات الفضائية من سنة 2000 صحيح وما عملتش قانون زمان كان فيه سيطرة ما من وزارة الاعلام النهاردة حتى لو جبت وزير اعلام مش هتدار تعمل ده اختصاصات ومحددة بقانون صدر سنة 79 79 ده ما كانش فيه اي اعلام تاني غير الاعلام بتاعة التحادر ايزاع والتيفزيون والاقرام والاقبار الجمهورية مصبوط مش كده وده أنا أحضر صحيح فبالتالي ما تقدرش تسيطر انت على المسألة بالشكل انت محتاج بعندك اصرار بعندك ارادة وانا بقول لحضرتك اهو ان البرلمان لديه ارادة حقيقية مش هتشتغلوا في البرلمان تحضيرا للقانون لا بمنطق بلاش لاحسن يعني ما بنعمل شغالش احنا كده فعلا طيب ولا هتشتغلوا بمنطق سنة وده للأسف فيهم بعض الاعلاميين بس انا مش منهم الحالة لان انا عارف دكتور علي عبدالعال وعارف وقتها حتى هو كلمني في التليفون وقال لي انه فهم تصريحاتي خطأ بمنطق تصفية حسابات لان دخول علي عبدالعال هو بكلم عن القانون قال كده قال علوم صبركم بالله كمان كم شهر هنعمل القانون وتفرجوا ساعتها هنعمل ايه وعندنا قوائم قال كده قال عندنا قوائم فمصنف الاعلاميين المغرضين والاعلاميين الوطنين لا 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 ما عندكش كوبي من القوائم الاعلاميين لا وانا مش من مصلحتي انا كجمهور انت فيه جزء مفقوط في عملية الاعلام نحن نتكلم على حقوق الاعلاميين وستيبين حقوق الجمهور مصبوط الجمهور هو المعني بالخدمة صحيح هلك بتقدم خدمة للجمهور مليون في المئة ده هو ده صاحب المنفعة وهو ده صاحب الحق الحقيقي يعني انتو بش بصنفين في البرلمان لا باند الاعلاميين لا مهينيش مين ولا اسماء واحد ابيض ولا حد رباط لا 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 احنا بنصنف ده حاجة ده قانون يفضل سنين احنا ببقاش موجودين مش هتعمل قانون تهني الجبالي زي اللي كان عامله الاخوان ما بعملش انا للحاجة يعني انا مقبلهاش يعني قلتها احسن بقى انا شخصيا ارفض ان اسمي يتحط في حاجة زي كده طيب ممتاز هنروح لفاصل بعد الملفات اخرى ساخنة منها السؤال اللي ذكره الاستاذ اسامة في معرض كلامه وهو سؤال واضح هقوله بس بشكل مختلف لما نرجع بعد الفاصل هل نحن الان في حاجة الى عودة منصب وزير الاعلام انا عارف ان حد هيرد بسرعة ويقول لي ما اتمن القانون والمشعف ايه وما ايده مكبلة لا احنا لو عايزين نفك تكبيلة ايده هنفك تكبيلة ايده بس احنا محتاجين ولا لا واشياء اخرى بعد الفاصل من اجل تنشيط السياحة قام الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بجولة سياحية بمنطقة نعمة بشرم الشيخ رفقه فيها وزير السياحة يحيى راشد واللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء والنائب صحر طلعت رئيس لجنة السياحة والنائب اسامهيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب حيث تفقد علي عبدالعال شوارع المدينة والحالة الامنية بها والتقط عددا من الصور مع المواطنين مصر بلد امن وامان مصر مستقرة شرم الشيخ جميلة جميلة بكل رغم طبعا انقفاض الحركة عليها الا ان احنا شايفين انها من احسن المنتجعات في العالم رسالة قوية للعالم اجمع ان احنا فعلا بنستمتع بجو رائع وامان في كل مكان ومقاصد سياحية مش موجودة بره ونايت لايف مش موجود بره مش موجود في اي مكان انا سعيد جدا من عقاد هذا المؤتمر ومثل هذا المؤتمر وبقوا طالب ان احنا فعلا المدينة دي لازم تبقى مدينة يعني على الوزير مدينة السياحة والمؤتمرات العالمية كله حرس ان هو يكون موجود ودي حاجة من زمان جدا ما حصلتش ان هما يجوا رغم التحذيرات اللي طلعت قبل انعقاد المؤتمر بيوم من بعد السفارات والحقيقة الموضوع ده ما اثرش الوفود كلها جت وشاركت وقد ايه هما دول حيكونوا سفرقنا في بلادهم ان هما ينقلوا الصورة ويصلحوا الصورة المغلوطة ان فيه ما عندناش امان ما عندناش استقرار ما عندناش امن طبعا احنا زي ما احنا شايفين احنا وقفين وما فيش اي مشاكل لكن الحقيقة انا بقى كنائبة عن الشعب هتكلم بونظور تاني خالص ان انا حقيقي حزينة ان احنا يبقى عندنا الجمال ده وبعدين احنا خسرانين حضرتك 3 مليار دولار في السنة اللي فاتت يذكر ان هذه هي الجولة سياحية ثانية لرئيس مجلس نواب في مناطق شرم الشيخ حيث قام بجولة سابقة منذ يومين في منطقة سوهو سكوير اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل وانا بشارك الحياة النائبة صحر الحزن شرم الشيخ الحياة حاجة تفرح بس وضعها يحزن اه طبعا كان الموضوع مؤسف في الحقيقة خليج نعمة ده لما كنت تشوفه زمان مع السياح كنت لو رشيت الملح منزلش على الارض انما الحقيقة كان منظر مؤسف جدا واحنا حرصنا في الزيارة دي كمان على فكرة احنا كنا حوالي 10 نواب تقريبا يوم وكان في مجموعات من نواب كمان متنسرة في هذا الموضوع وبدون ترتيب وبدون حاجة خالص الحقيقة يعني كنا حرصين كمان باش في حراسات ولا بتاع واللي كان ده خاصين بالدكتور علي عبد العال كرسالة توصل للعالم كله احنا عملنا المؤتمر في شرم الشيخ في 48 دولة ممثلة منهم 16 رئيس برلمان الناس ماشية في الشوارع بشكل امن جدا وهادي ده كان تاني يوم التحذيرات مباشرة وبالتالي ادي الدنيا موجودة وبالتالي احنا لازم نفهم كويس اوي ان الموضوع مرتبط بوضع سياسي مش مرتبط بأزمة سياحية يعني الموضوع ان السياح مش محجن السياح على فينا ان السياح ميه جدا دولهم اللي منعهم وبالتالي احنا محتاجين ضغط اكبر من كده ومحتاج تفتح اسواق تانية صح وزي ما اكلمت حضرك في التليفون من كام يوم احنا محتاجين توجه من الدولة كاملة انه الفكرة الغبية اللي سادت بعد ثورة 2011 ان احنا ننتقم من شرم الشيخ كأننا ننتقم من مبارك تقالي الفكرة دي لازم تتلقي شوف فان محرك عندك شرم الشيخ شيئة ما بيدي مليارات موجودة استثمارات بالمليارات ومش مدينة مبارك في مدينتنا منهم دلوقتي حوالي اكتر من 80 فندق افلين بظبوط افلين يعني افلين وبالتالي ده معناه انه في بيوت مصرية تضررت انت حدك انسى المسألة بتاعتني اهو اتعاملت ولا ما تعملتش في عهد مين انا ما يهمنيش المسألة دي وإلا بنفس المنطق ده الاصور الرئاسية اللي عندك دي اقفلها بقى لان دي كتت معمولة يعمل خديس معي مش كده صح وبالتالي يعني الكلام لا يجوز بهذه الطريقة السازجة الحقيقة انما احنا بنتكلم على أسر مصرية متقررة نتكلم على ما يقرب من 3 مليار دولار كانوا بيخشوا من المنطقة دي بس من شرم الشيخ يعني جنوب سيناء بس فحضرتك محتاج انك تفكر بطريقة مختلفة عشان تقدر محتاج تسويق سياحي بشكل مختلف محتاج تسوق للمؤتمر اللي اتعامل ده انه ازاي الدول دي كلها موجودة وتروح تفتح اسواق تانية في اماكن تانية مزبوط مزبوط يعني احنا خلاص ما زنقتش هي على الروس والطلين معلش يعني نفتح في حد التانية تمام عشان رأى في الملف في الاعلام السؤال اللي سألته لحضرك قبل الفصل وانتظرت اجابته هو السؤال اللي بيتبطر في ذهن كتير من المصريين هل حالة الفوضى والعشوائية والتجاوز واشياء كثيرة سلبية موجودة في الاعلام دي الوقتي سببها او واحد من اسببها اختفاء منصب وزير الاعلام اللي كان بشكل او باخر بيعمل حالة من حالات اللي لم يكن السيطرة على الاقل بيعمل حالة من حالات التنسيق شوف يا فندم حالك لغيت منصب وزير الاعلام في 2011 وتبين ان الغاء المنصب ده كان خطأ وارجعت فيه في يونيو 2011 بصبور كده اما تيجي تلغيز سنادي من سنتين فمعنى كده انه انت حالك عندك خطة جديدة مش كده البعض كان بيروج فكرة ان الدستور قال بلاش وزير الاعلام هو الدستور حيا ما قالش على اي وزير والدستور فيه وزارتين اتنين الخارجية والدفاع دول اللي ذكروا بالاسم يعني الباقي ده كله اجتهادات وزارة التموين دي وزارة حرب كانت عملت في الحرب وكملت معاني خلاص يعني انت كل الوزارات اللي موجودة دي اجتهادات بتقعد غاية بعشرين سنة مش عامل وزارة هجرة وبعدين تيجي تعمل وزارة هجرة دي رؤية خلاص وبالتالي محدش قالك ما تعملش وزارة هجرة رأيي انا الشخصي انه بما انك انت قفلت وزارة لغيت منصب وزير الاعلام وقعدت سنتين من غيره وفي السنتين دول كان فيه دستور بيقولك اعمل هيئات فحدك محتاج انك تعمل الهيئات الاول الهيئات الاول وبعد ما تعمل الهيئات اللي هي هتقوم بتنظيم العملية الاعلامية وتراقب وتحاسب خلاص هتبقى وزير اعلام بالمفهوم السياسي ايه المفهوم السياسي ان حدك محتاج وزير شغلته يضع لك سياسة اعلامية للدولة خارجيا ودخلين انت ما عندكش سياسة اعلامية وما عندكش فكرة اصدار خطة اعلامية او خروج خطة اعلامية مع اصدار اي قانون صحيح او اي قرار يعني ايه مفهوم مفهوم احنا تيرانوس انافير ازمة اثيرت لانك حدك خبط القرار مرة واحدة مش كده انما ما هتعملوش اعداد صح ولا انا غلطان صح ايز بقى على ده خارات كتيرة جدا بتخرج فجأة كده من غير ما تعملها التمهيد الاعلامي بتاعه لانه ما عادش ينفع في الزماني احنا فيه انك تستبعد البعد الاعلامي من اصدار اي طبع اللي يضر وجود وزير الاعلام لحين اصدار القانون او لحين وجود الهيئات اللي هو مش هقولك بصلاحيات ويقفل القناة دي ويعاقب ده ده مش في ايده هيجي وعد في ما سبيره هيجي وعد في اي حتة مش موعد في ما سبيره وليه بقى هيبقى شغلته بحكم الاختصاصات المنصوص عليها في القانون 13 سنة 79 والمعدل 89 ده حضرتك هيبقى شغلته انه يشتغل في المساعدة انت اللوايح بوزيتك يا سبير سابقا بص او حد قدام يقول لي قانون كزا لسنة كزا المعدل بكزا بقى اللق عليه عارف ان خلاص البرومة الحكومية لا 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 انا بقول لحدك ليه لانه اي وزير بيشتغل باختصاصات يبقى حدك عايز وزير اعلام ملح دلوقتي لو عملتوه نفس اقتصادي يبقى خلاص 79 ده ما كانش فيه لا نت ولا كان فيه بطريق خاصة ولا كان فيه ولا حاجة ابدا وبالتالي انت هتيجي تقول له اعب بقى في الحتة دي فوالله اصل التامر امين متخانق مع محمد ابراهيم مش عارف مين ده اصل ده تعين قبل ده اصل المزيعة ده تخانقت مع المزيعة ده اصل المخرج ده مش عارف عمل ايه الشغلنا مش كده الشغلنا فكر انت محتاج تفكر للدولة دي الدولة دي عايزة تعمل ايه برة ده منطق وزير الاعلام في العصر الحديث الاعلام طب فيه حاجة انا اسمع عنها من ايامي لما كنا في باسبيل وكان اسمعها مجلس امناء التحدي ده وتلفزيون هم ده مش ممكن مش ممكن يتفعل يصبح حاجة شبه او مجموعة العقول التي تضع اللي انت بتقول عليه الهيئة الوطنية كده الدستور ما هو الحد ما يحصل يا رئيس ما هو ده لازم يحصل الشهرين تلاتة دول مجلس امناء التحدي الازامة والتلفزيون باللي موجود ده اساسه اعتماد ميزانيات عشان بس يعني شوف انا مش عاوز والله ما بعيد في حد بس التجربة العملية بتقول كده انا اشتغلت في المكان ده واشتغلت برة وشايف القوانين واللوايح اللي مش عجبك دي بتقولي ومش عجباني على فكرة بس انا بقول لحاجة دك ايه انه الاعلام حالة ابداع خلاص محتاجة جو معين مش بلو موظفين مزبوط خلاص هتدير بطريقة الموظفين انت هتفشل والاعلام فكرة تنافس انا مش قاعد انا انا بطل الابطال انا اول واحد طلعت في العالم العربي بتاعي زيدي على عينيه وعلى رأس بس انت باللوقتي بتعمل ايه انت منافس ولا مش منافس فانت محتاج ناس تطور خلاص شكده انا تقديري انا لازم يمسك شباب تمام تقديري انا كده ويكونوا فاهمين المجتمع صورة الاتصالات اللي حصلة دي اخرها في الاعلام شكله ايه انت النهاردة سيطرة الدول على الاعلام انتهت تماما الاعلام ده خناء في السماء فوق على عقلي وعقلك صح بس خد بالك يا سيطرة السماء رغم اتفاقي معاك على فكرة ان سيطرة الدول على الاعلام خلاص موضة قديمة بس هو ما بين السطور والحقيقة انه لقى ان احنا بنتعرض للوقتي لحرب اعلامية بتودرها الدول ايوة يعني انت اه سيطرة المباشرة الوضحة في فكرة قوانين وهيمنة والحزب الديمقراطي الوطن الديمقراطي بيسيطر على بجلقية لا ايه ايه انا بقولك سيب ايدك ما هي دي لا ما هي دي الزكاء ايه بقى انه حضرتك ازاي تتحكم في ده انا هتديك مثال هي قطر دي مش بتطلع قناة اسمها الجزيرة لا او الجزيرة يعني بتطلع بتطلع دولة اسمها ايوة اتكره صح الجزيرة بتطلع دولة اسمها قطر هي الجزيرة دي بتدار ازاي بتدار كده جهجهوني ازاي اقدر اوجه لسياسة معاناة في مصر وسياسة معاناة في سوريا تتكر دورها في 2011 كان بيتم ازاي هي دي بتتوجه كده من المزيعين والمعدين والكلام ده دي اجهزة بتشتغل وراه طب بحدك معنى كده انك لازم تبقى انت كمان عندك العقل اللي بيدير القنوات دي يبقى المسألة بقى ايه الحرية مهيش مطلقة يبقى هنا يا سيد سامحنا بنتكلم بقى على مستوى اعلى من مجرد عقل يدير الاعلام الى عقل الدولة اللي هي الدولة تبقى مسكة في بعضها ازاي تقدر انت بقى كدولة تنقل افكارك والترجمها للاعلام انه ازاي يطلع يقولها انا مش بقولك هتوم لي عليه تعالي في السلام من حوالي 4 شهر كان في حالة برضو من حالات الريبة والفترة المريبة كده في الدولة وانا طلعت هنا مرة في المقدمة وقلت للدولة وقلت يعني اي حد في الدولة يرد علي بتقولهم دلوقتي انا اعلامي ادعي ان انا عايز اخدم بلدي ادعي وكل واحد بيجتهد نصيب ونخطئ بس انا ادعي ان انا عايز اخدم بلدي دلوقتي تصدقوا يا دولة ان انا مش عارف اعمل ايه بالزبط مين بقى الرابطة دي يعني انا ممكن دلوقتي اتكلم في المشروعات اللي مش عارفك كده فاتيك الدولة تقولي لا على فكرة اتجاهنا مش كده انت كده بيتخرب مين اللي ينقل لك ده هو بقى بس دي فكرة بقى ايه انه الوزير الاعلام باختصاطه اللي بقولك علي ايوه خلاص وعايز اقولك على حاجة اشتامر احنا دول عربية تمام الدول اللي هي بادرت بانها تستغنى عن منصب وزير الاعلام دون ان تضع قوانين وقواعد حاكمة الاعلام خسرت كتير جدا ورجعت الوزير تاني يبقى انا مش همشي وراء الموضة انت بعد ما لغيت وزير العالم بتالي بقى تقولك ايه عايزين نلغي وزير الثقافة بقى مش كده صح ده بو ماله بلغي ما تلغي بقى كل الوزرات وخليني بقى دولة كده ما احناش عارفين اولنا من اخياتنا المهم يا استاذ تامر انه الاعلام ده اللي هيربط الدولة ببعضها او هيفككها من بعضها صح مكتفق تير اخر نقطة عشان برضه بسأل طول الوقت بقى ليه سنة وشوية او سنتين لعل المناخير في حاجة عندنا اسمها الهيئة العامة للاستعلامات وان اللي هجاوبك اه بعد بلك سنة ونوص سنتين معليش انا ما صدقت اعترتي فيك النهار اه 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 النبي تعرف اه اما فين الهيئة العامة للاستعلامات مصيفا الهيئة العامة للاستعلامات بس عشان الناس لان فيه اجيال جديدة ما سمعتش انها فيه عامة للاستعلامات من كتر بامة ما سمعتش منها بيانات 500 مشكلة في الهيئة العامة للاستعلامات واحد انه اداء وظيفي صرف ادي نبرة واحدة هي فيها حوالي 5500 موظف خبر السوء اتنين خبر السوء انه حضرتك لا ثانية واحدة بس لانه دي مسألة مهمة جدا اللي انا اتكلمك فيه لانه الهيئة دي لازم تنقذ اه ولازم تغير لها دورها في الاطار الموجود ده اسمها عيب اسمها نفسه تحس انك استعلامات فيه الناس متضايئة هناك الموظفين نفسه من اسمها متضايئة من اسمها اخب بالك فبالتالي انت محتاج انك انت تنظر ليه نظر مختلف الجريدة السينمائية اللي كانت بتعمل طول عمر السينما المصرية دي مرمية هناك في مخازن عايزة ترميم وعايزة شغل وانا يعني بعض الجهات بحاول اتعامل معاها ان احنا نحاول نرمم المسألة دي كنوزي الحاجات دي ده تاريخ كنوز وتاريخية والثرافية مقترمة جدا الافلام دي بتحمد ببوز اخب بالك فلازم تلحقها وكل سنة بتتأخر كله يبقى فرصها طيب سيبك من الافلام الهيئة يصروع عندها ده تاريخ يعني ماشي الجزء التاني الاداء بتاعها المفهود نجد تعمل حاجة برا اللي هي تفتح فيها مكاتب اعلامية في الخارج ايوه بفكرة الانكماش اللي احنا عايشين فيها الايام دي احنا عايشين في فترة انكماش غريبة اوي رحت جاي الاول واخد هيئة الاستعلامات اتنقلت تابعيتها من وزارة الاعلام اللي هي شغلها وحطتها تابع رياسة الجمهورية ايام الاخوان طيب يبقى الدول اتغير طيب مش كده وده انا غلطة طيب يبقى انت الشغلانة مش انك بتسوأ للدول انت بتسوأ للرياسة صح وبعدين اختافت بقى احنا بقى جزء من مؤسسات الرئاسة فبقنا بناخد مرتباتنا ونخرص مش كده نتكلمش بقى مزبوط طيب انا هستغلها ازاي طيب حتى يا رئيس ثانية واحدة وهو برضو حتى بمنطق المصلحة النفعية الفراجماتية لو هي تابع الرئاسة ما انت ما وجهتهاش ما هو ده لسوقات يعني انا عندي اداة في ايدي سلاح اعرف قاطم بي العالم زي ما انت حرق قلت في الرئاسة في موضوع تنانو صرفين رئاسة في موضوع مش عارف ايه مين لا يوجه الدولة ما انت ما وجهتش في القارات المهمة هتوجه هيئة ما هو ليه بقى بقى ده غريب ما انا عندي طول او رقم اللي انت قلتولي عرفك يا صدمني خمس تلاف وشوية موظف انا ما سمعتش كلمة عنهم بقى لي سنتين ثلاثة طب انا هقول له حضرتك بس انت هتعمل ده ازاي بتروح حضرتك بتدي الموظف فينا 1200 1500 جنيه خلاص تعملوهم اختبارات وتروح مطلعهم يقعدوا في المكاتب الاعلامية الخارجية فيبقى جايلوا عقد عمل طبعا اعارة فالمفروض هو بيطلع يعمل ايه في المكتب الاعلامي اللي انت بتفتحه برا وظيفته الرئيسية انه يفتح لك علاقات مع الاعلام بتاع الدولة اللي هو رايح انا طلعت ألمانيا مثلا اشوف الصحف الألمانية ومناطق الاعلام المؤثر ايه وابتدي اعمل علاقات معاهم واعزمهم وابتكلم معاهم اعمل علاقات زي ما السفرات التانية بتعمل مع الاعلامية بتوعنا يوم لما يبقى عندي مشكلة اعرف اسوأ نفسي ادعيهم هنا جيبهم فالموضوع بيحتاج انفاق طيب بلاش المكاتب الخارجية طب قبل دي بس بلاش المكاتب الخارجية اللي عادين هنا يعني احنا شوف نفسنا الجاتب دي كم مشكلة ان الفاينانشل تايزمس كتبت كده وكلام غلط مسمع ناشي رابط ليه بقى لان حضرتك جيت من سنتين روح تشايل المكاتب دي كلها وجايبة فاضلك مش عارف عشرين مكتب ولا كان كانوا اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين بقوا ده في اطار سيسة الانجماش خلاص لانك ما حسيتش بتأثير طب انت ما كنتش بتحس التأثير ليه قالك لانه الموظف ده لما بياخدنها 1500 جنيه روح هناك يخد له 7000 دولار فيروح واخد شقة صغيرة كده ويروح جايب عربية اي كلام ولا ما يجيبش وبعدين يوفر فما يصرفش فالموضوع بيبوز فانت محتاج الفكر يكون مختلف خلاص بص بقى حضرتك احنا اتكلمنا النهار ده على الاعلام وعلى سياحة مش كده لا يمكن حضرتك هتعمل تنشيط سياحة من غير ما تصرف بص بوط خلاص لا يمكن حضرتك هتعمل تأثير خارجي من غير ما تصرف بص بص ولازم تكون مفكر في المسألة دي كويس حضرتك هتشوف انت عايز تأثر فين وتقول انك هتروح وتود الناس بتوعك فين بص بوط الناس بقى اللي هتروح مواصفاتها ايه خلاص فكانوا زمان بيستعينوا بعناصر من الخارجي بص بوط كده وقليلا من عناصر الاعلام الحقيقة هم ايام بقى الصورات والفين وحداشر والكلام ده وبتاع مش عايزين حد من الخارجية وبتاع الكلام ده حاضر هنعمل اختبارات وجبنا فيهم ناس وفيهم ناس الكفاية على فكرة بس مش كتير خلاص ليه لانه الفكرة ما تمشيش بالشكل ده لا والصوت العالي وقتها كان الزبط كان كان هل بيسوق فقلنا حتى عشان نداري ده طيب خلاص احنا هنطلعهم سنة واحدة مش ربع سنين ونعيد التقييم تاني وبعدين ما تقوليش انك راح تجيب لي معلومات عن الدولة انت رايح نعرف اجيب لي معلومات منت ابعد عن الحتة دي خالص انت رايح تفتح علاقات اعلامية خارجية انت محتاج تفكر بقى في هيئة الاستعلامات دلوقتي بالمنطب ده فمحتاج الاول تردها لاصلها وانا تقديري انك انت لو عملت القوانين بتاعت الاعلام تبتدي توظف هيئة الاستعلامات في اطار دورها اللي المفروض بقى مولود بيه انه هو ده الطاقم اللي يشتغل مع وزير الاعلام ان يوضع لك سياسة اعلامية في الخارج والداخل للأسف وقتي خلص بس عندي ملفات كتير اتفكر اتكلم في حاجات اكتر من كتر فاضي نعد انا ما عنديش مشكلة لو انتم عايزين انا قريب نتكلم بقى لما الدنيا تسخن عندكم في الدور التاني ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جدا بشكر حضراتكم وشوفكم بكرة حلقة جديدة للحياة اليوم